بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياحة أعمالنا من يهديه الله وفلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الرسول أما بعد تقدم معنا أن الفقه ينقسم لا قسمين عبادات ومعاملات وقد يلحق بالمعاملات شيء على ما شأتي معنا بإذن الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والرسول الله أكمل ما نفعله في الاتحالي وقد أتممنا ولله الحمد ما يتعلق بإذن الله العبادات وذكرنا أن الفقهاء رحمه الله تعالى في العبادات يذكر أركان الإسلام الخمسة أركان الإسلام الخمسة ويضيف مع هذا الجهاد ثم بعد هذا المعاملات وبهذا يعلم كمال هذه الشريعة أنها بيّنت كل شيء فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى وفيما يكون بين العباد بعضهم مع بعض الآن نأتي إلى المعاملات نعم يبدأ قلنا الفقهاء عادة هنا في هذا القسم بالبيع لأن الإنسان أول شيء يبدأ به يبيع ويشتري نعم نعم فالأصل في البيع الحل يعني إذا اختلفنا في أي معاملة هذا ذكر لنا معاملة وهذا ذكر لنا معاملة وهذا ذكر معاملة في البيع والشراء ما حكم هذه المعاملة؟ أقول الأصل فيها الحل يعني الجواز نعم أنها جاهز ولا نخرج عن هذا عن الحل إلى التحريم إلا بدليل وموانع البيع يعني ما يجعل البيع ممنوع محرم ثلاثة يعني هذه الأشياء ثلاثة تضبطها في البيع انتهى باب البيع لديك بإذن الله تعالى يعني تقريبا نعم ألا كن فيه ظلم أو غرر يعني جهالة أو ربا إذا لم يكن في معاملة البيع واحد من هذه الثلاثة يكون البيع صحيحا وإلا فهو محرم إذا لم يكن في التحريم أو التحريم أو التحريم أو التحريم أو التحريم أو التحريم يعني الآن يقول لك إنسا الآن أقول لك أقول لك تشتري جهاز المحمول الجوال نعم الذي في جيبي نعم بكم هو يقول بكم أنا أقول بمئة أورو ممكن هذا الجهاز يساوي مئة أو خمسين أو ألف صحيح حملة فهذا البيع فيه جهالة صحيح إذن البيع هنا محرم نعم يمكن أن يكون هذا الجهاز المحمولات يمكن أن يكون أروا gas يعني أضعه هكذا على الساعة ويقول لأبي ياسر يقول تشتري مني هذه الساعة قال أراها قال لا تشتريها قد يكون رابح وقد يكون خاسر نعم اذا قد يكون التشتري في القيامة ويقول ادخل هذا معرض السيارات ويقول ادخل هذا معرض السيارات أي سيارة تعجبك لكن دون أن يراها فهي لك بمئة ألف أورو قد تساوي هذا المبلغ أو أقل أو أكثر وليهذا لدينا بعض المسابقات اليوم كل واحد يدفع عشر أور حتى يدخل في السحب على المسابق بسبب فائزة يدفع عشر أورو ويقول ادخل هذا معرض السيارات هذا مقامرة هذا ما يصح حرام نعم إذن لابد يخلو البيع من الظلم والغرر والجهالة ومن الربا نعم نعم يعني الآن قال أعطيني ثلاثين ألف أورو نعم وانا أعطيك سيارة من سيارتين وانا أعطيك سيارة من سيارة أورو لكن نعم لدينا محلات هنا تبيع بأورو مثلا صحيح؟ نعم كل ما في المحل بأورو يصح أو لا هل يجب أن تتحدث عن المحلات في الأوروشوب هلالة هل كل ما في المحل بأورو هذا يصح لا أشكال فيه لأنه يرى السلعة وفي الغالب أن هذه السلعة تساوي أورو نعم وأن لا يكون في المحل بأورو لدينا محل بأورو يعني الآن لابد بيعت ذهب بالذهب كيف ذهب بالذهب يعني أنا لدي مئة كيلو جرام ذهب نعم هل لدينا محل بأورو هل لدينا محل بأورو مثلا هل لدينا محل بأورو هل لدينا محل بأورو لابد بأورو بأورو لابد بأورو في العقل يقبض وأقبض ولابد من التماثل يعني مئة كيلو جرام بمئة كيلو جرام نعم نعم فما هو الحل لدينا ذهب قديم و لدينا ذهب جديد يذهب و يبيع الذهب القديم و يشتري من الذهب بأورو مثلا نعم كيف يشتري الذهب بالأورو مثلا هل محل بأورو يستطيع من الذهب جديد كيف يستطيع من الذهب ولكن فما يستطيع من الذهب نعم يعني الآن أنا لدي محل لبيع الذهب نعم و هذا أراج أن يشتري مني ذهب بماذا يشتري الذهب مني؟ بأورو هل يسح أن يشتري بالتقسير؟ لا يسح هل يسح أن يشتري مني؟ و يقول أعطيك الثمن غدن؟ لا يسح لا بد أن أدفع له الذهب و أدفع لي الماء يد بيد وهكذا في الفضة إذا أراد أن يبيع فضة في فضة لابد من التقابض والتماثل التساوي في الجرام نعم هل يسح أن يشتري بالتقابض في مجلس العقل؟ يد بيد كذلك الآن صرف العملات صرف العملات يعني هذا لديه دولار أمريكي و أنا لديه أورو نعم يعني الآن لديه مئة وعشرين دولار أمريكي نعم و أنا أعطيه مئة أورو هذا الصرف فما يشترط يشترط لابد من التقابض يد بيد لا يصح أن يعطيه المئة وعشرين اليوم و أعطيه المئة أورو غدا لا يصح نعم إذا لابد في الذهب والفضة وما يقوم مقام الزهب والفضة من العملة الورقية إذا كان من ذهب مع ذهب لابد فيه من التقابض والتماسك ذهب بفضة ذهب بأورو ذهب بأور بدولار لابد من التقابض نعم كذلك التمر بالتمر والقمح بالقمح تمر بالتمر لابد فيه من التقابض والتماسك هل هذا الشيخ يشتري من البقالة من السبرماركت يشتري رز وشعير وتم وقل نتحاسب في آخر الشهر دي يصح نعم يصح لا أشكل بها اشتري ماذا قمح وشعير وتم وسكر ورز وحليب من البقال وقال ما أدفع لك الثمان الآن في نهاية الشهر بإذن الله نعم لكن يشتري ذهب وقال أعطيك آخر الشهر لا يجوز لكن يشتري ذهب وقال أعطيك آخر الشهر وقال أعطيك آخر الشهر لا يجوز وقال أعطيك آخر الشهر وقال أعطيك آخر الشهر أعطيك آخر الشهر لا يصح نعم إذن إذن لا يمكن أن يكون فيه ريبا لو كان فيه ريبا هو محرر وقال أعطيك آخر الشهر على أن أرجعها له عشرين ألف بعد سنة نعم لا يسحي هذا ليبا قال أنا أصبر عليه سنة لا يسحي فماذا يصنع بعض الناس يعني أنا أريد عشرين ألف أريد عشرة ألاب و هذا لا يرضى أن يعطينا عشرة ألاب ورجع له بعد سنة عشرة ألاب نعم فماذا يصنع يصنع بعض الناس يعني يتحايل على الشرع فماذا يصنع بعض الناس وقام أن يصل على أن يقول لها ماذا يقول الشرع لا أريد عشرة ألاب لا أريد عشرة ألابي يقول اسم أراب أشتري عشرة ما يتحدث عن جميع عشرة ألاب وكم؟ وإذن شعب الإعشرة ألاب يقول حتي حتى الناس لا يتحدث عن جميع العشرة ألاب ذ pueden另外 pourر une عشرة ألاب نكتب عقد بيع اشترى فلان ابن فلان السيارة من فلان فلان بعشرين الف تسلم بعد سنة أصبحت السيارة ملك للمشتري ثم يقول له اشترت السيارة يقول نعم يقول تبيع علي يقول نعم يقول نعم بكم؟ بعشر ألاف قوضل عشر ألاف و أخذ هذا السيارة ها النتيجة دافع عشر ألاف و أرجعها له عشرين ألاف ويقول نعم ويقول نعم سما سما هم هل أنه لكم اشترينا السيارة إلى السنة في عشرين ألاف و بعد أن اشتريت السيارة منه قلت بيع علي السيارة بعشرين ألاف المترجم للقناة 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 هل يا سحن تبيع العنب لا أصبح بيع العنب هنا محرم نعم كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم وكل ما كان وسيلة لم وبحفه مبحف اشترى العنب لماذا قال حتى أكل نعم طيب إذن عندنا المحرم إما محرم لذاته أو محرم لغيره محرم لذاته يعني دائما محرم وعندنا محرم لغيره في سورة أكون حلال وفي سورة أكون حرام محرم لغيره في سورة أشهر محرم مثل المحرم هل أنت تتعين على المنكر إذا كنت تتعين على المنكر فأصبحت المعامل أحراب فالسحيل الآن من تتعين على المنكر إذا كنت تتعين على المنكر إذا كنت تتعين على المنكر لأسل جهاز المترجم للقناة 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 مكتوب عليها أورو فعندما جاء عند المحاسب بثنين أورو المشتري قول أنا قرأت عليها أورو وهذا قولنا هذا خطأ مكتوب عليها إثنين أورو المشتري قولف مكتوب عليها إثنين أورو صاحب عليها إثنين أورو المشتري سيئة إثنين سيئة أورو ممتوب عليها إثنين وأورو لا وبهذا يكون البيع والشراق ولهذا قد يستعجل البعض نعم فأنا الآن أقول لهذا تبيع عن الجوال هذا يقول بكم أقول بألف أورو فهذا مباشر قد قبلت ثم أنا أخذت تتأمن وإذا هذا المبلغ كثير على هذا الجوال هذا لا يساوي إلا خمسمائة أورو مثلا فهل لي أن أرجع في البيع أو لا فجعل الله سبحانه وتعالى لكل من الباع والمشتري الخيار يعني له الحق في أن يمضي هذا العقل أو يرجع فيه أو يفسق الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يكون هذا العرب لا أريد هذا لا أريد هذا لا أريد هذا المجلس لأننا في المجلس لا أخرج من السيبرماركة والاوصير من اخرج من السيبرماركة فهل لي أن يكون هذا المجلس مجيبات ودعهم من المجلس مجيبات ومناتون المجلس مجمع أو أريد أو أن أتمنى وصلا بشأنه في المجلس مجيبات يمكن أن يكون العلاج من الأسس being لا تتطبع الغوال وبتنم الاحثم 아무래도 اخرج من الأسس واخذ الصراع قلت ما أريد هذا الجهاز 10 منوط später يحطينا المال نعم لأنني الخيار لأنه لم نفترق من المجلس النوع الثاني خيار الشر يعني ما يسميه اليوم الناس بالضمان يقول خذ هذا الجهاز آيفون بلاس ستة وقال خذ هذا الجهاز ولك تستعمل سنة لو وجد خلل في التصنيع ترجع وتأخذ مكانه جهاز جديد هذا شر بين البائع والمشتري نعم ما لم يكن تعد منك أن يصب على الماء ماذا؟ أو يحرقه نعم 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 وديك إستقالي من يدفع يوم بأسبار اون دساليًا غير إستعالي لأنه لا يحتاج بالأكد في الانس بأسبيل على المسكة ما هو إذا وجد الآن نسمع كذير من يكتب حتى أحيانا يعني يخرج في التلفاز أنا شركة مثلا مرسيدس في موديل كذا وكذا وكذا وجد عيب في التصنيع أي إنسان مع هذه السيارة يرجعها حتى نصلحها صحيح هذا عيب في ماذا في التصنيع نعم نعم طيب بعد هذا خيار الغبن خيار الغبن أن يغبن يعني يكون قد رفع عليه السعر أكثر مما هو متعارف عليه يعني مثاله أنا غريب عن هذا البلد أنا لا أعرف أسعار الجوالات مثلا فأتي لهذا أقول بكم هذا الآيفون قال هذا الآيفون قيمته عشرة آلاف أورو في العادة ما يبع بهذا السعر حتى عند أغلى المحلات هنا ما يكون فاشتريت بعشرة آلاف فهذا غبن يخرج عن العادة والمتعارف عليه فأنا معي الحق الآن فيه يرجع هذا الجهاز لأن هذا الآيفون هو الآيفون ويستمر بالنسبة فإذا كان المحلات في الآيفون فأنا ويستطيع المحلات فيه يتعلم أن يكون محلات المحلات فيها نعم نعم المزارعين لأن المزارع عندما يأتي المدينة هو لا يعرف سعار المدينة فهذا يخرج على طلاف المدينة وينتظر على الطريق مجرد ما يأتي المزارع قال اسمع هذه السلعة خضاء فواكه جبل أشتريها منك بألف أور هو هذا لا يعرف سعر المدينة يبيعك مباشرة ثم بعد هذا بعد أن يبيعك يدخل المدينة يجد أنها تساوي ثلاثة آلاء ولأن هذا يخرج ويستقبل هذا الذي ليس من المدينة وهذا لا يعرف السعر أصلا فهذا إذا دخل إلى المدينة وراء السعر لها الخيار فأن يمضي هذا البعض أو يفسخ نعم يسمى خيار تلقق الجلب تلقق الرقبان تلقق الجلبة تلقق الجلبة تلقق الجلبة على المشتري يلبس عليه يظهر أن السلعة على مما هي عليه في الواقع مثال نعم تلقق الجلبة تلقق الجلبة تلقق الجلبة والذي يقوم الى مما هي الله يقول بالخونة يزهر ان صغير من تج lodها أصبح أصبح أصبحالحظ، الحلوذية أصبحوا أصبح定 mä mint pesا دخل ويحصل هذا أيضاً في السيارات تدليز السيارة البرج في الكيلومترات العداد الكيلومترات في الحقيقة هي سجلت 200 ألف كيلو السيارة البرج في الكيلومتر الساعة أيضاً هنا لخيار يعني اشتر من السيارة و دفع الحساب و خرج راكب في السيارة ثم قال ما أريد هذا البيع لماذا قال هكذا هل لديك سبب من أسباب الخيار التي جاءت في الشريع يقول لا فهل يلزم البائع يرجع السلع لا يلزم لكن يستحب للبائع أن يرد له هذا البيع ونحن اليوم يعني في هذا في الغالب أن نرجع للبائع ونلزم بماله برجع السلع ويكون ليس هناك نوع من أنواع الخيار التي ذكرناها من البيع المحرمة أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه أغلق عاش رحمة يعني الآن أنا اشتريت من الأخ جوال آيفون بلس ستة بكم بكم تسعمائة أورو شتريت جوال بلس ستة iPhone بقام تسعمائة أورو نعم اخذت على المال وقال كيف تشتريب تسعمائة أورو أنا أعطيك جوال مثل هذا بثمانمائة وخمسين هذا البيع على بيع أخي محرم لأن هذا يوجب ماذا؟ الشحناء البغضاء هذا يعادي هذا أو عكس هذه المسألة هو هذا محمد يأتي إلى هذا البعاء يقول تبيع هذا بتسعمائة أنا أشتري منك بألف رد البيع وأنا أشتري منك بألف هذا الشراء على شراء أخي نعم نعم كذلك بيع أن نجش أن يزيد في السلعة لمن لا يريد الشراء أما أن يريد الإضرار بالبائع أو بالمشتري أو بهم جميعا لديه سيارة برش 2013 ونحن الآن 2015 فهذه السيارة تباع بالمزار فجاء هذا لا يريد الشراء السيارة نعم فجاء هذا لا يريد الشراء السيارة فدفع في السيارة هي السيارة في الحقيقة تساوي 100 ألف لكن هذا قال أنا أدفع فيها 120 توقف المزاد على أن هذا هو المشتري وبعدا ذهب الناس قال أنا لا أريد الشراء يضرب من هذا إما يريد الإضرار بالبائع أو هناك مشتري أراد أن يشتري فرفع عليه السيارة حتى لا يشتري أو أراد الإضرار بهم جميعا نعم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله تعالى نكبر في الدرس القادم والله أعلم وصلى الله عن النبي محمد وعليه وصحبه وسلم لاندفع شكرا للمشاهدة